أصداء التفجيرات الإرهابية التي ضربت منطقة القاع أعمدة دار خلده عمل استنكره أمير الدار رافضاً الأصوات التي تنادي بتدخل القوات الدولية لضبط الحدود سياسة الأمم المتحدة بطلت سياسة مستقلة على الإطلاق وما إلى حل ونحن كلامنا واضح وصريح إلا تنسيق بين الجيش اللبناني والجيش السوري على مقلب الحدود لحماية الحدود اللبنانية السورية ورد أرسلان على الرئيس سعد الحريري الذي قال إن فريق ثامن من آذار مرتهن لإيران وإنه شريك في قتل الأبرياء أنا أتمنى على الشيخ سعد أن يخرج حاله من موقع ردة الفعل لأنه صارت مباينة واضحة كل ما يحكي السيد حسن بإطلالة أسبوعية أو كل فترة مثل أكنه ضغري الشيخ سعد بيتحمس لا يرد أنا باستغرب اللي بده يعطينا دروس بمسألة المقاطعة مع إيران خليه يتحرر بالأول هو من ارتهانه لإسرائيل والغرب صداقة الوزير أرسلان للرئيس السوري بشار الأسد وموقفه المساند للمقاومة وحزب الله منعاه من دخول الأراضي الأمريكية أو العبور في أجوائها ما دفع الرئيس بر إلى التدخل وحل الموضوع إذا خطأ إداري كما قل بسيطة ما راقد وإذا قصة بالسياسي لن أتواطئ على لبنان لن أتواطئ على المقاومة اليوم الرئيس بر هو اللي ساهم بدخولك لأمريكا وحضورك لتخرج ابنك؟ لا دخلت عادي الخروج هو أرسلان الذي يطمح إلى العدالة في التمثيل من خلال القانون النسبي رأى أن القانون المختلط أشبه بجراحة تجميلية لقانون الستين رواند أبو خزام قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر